حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني نوح بن حكيمين الثقافي وكان قريئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود وقد ولدته أم حبيبة بنت أبي صفيانا زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة ابنتي قانف الثقافية قالت كنت في من غسل أم كلثمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا